موسيقى اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو هاصل احداث فيلم هاصل بتدور في عالم الدوري الامريكي للمحترفين لكرة السلة او الان بي اي وبتركز على ستانلي شوجرمان اللي بيشتغل كشاف للمواهب في فريق فلاديلفيا 76ers وظيفة ستانلي بيحلم انه يسيبها في يوم من الايام ويتجه لعالم التدريب والفرصة بتتاح قدامه على شرط انه يلاقي جوهرة اخيرة يضمها للفريق والجوهرة دي ستانلي بيلاقيها في اسبانيا متمثلة في لعب شوارع مجهول اسمه بو كروز اختيار كروز بيقابل مقاومة عنيفة من ادارة الفريق ولكن ستانلي بيرفض المقاومة دي وبيراهن على كروز بكل ما يملك كل ما يملك من وقته وكل ما يملك من مدخراته وكل ما يملك من احلام في عالم كرة السلة فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم هاصل من الافلام اللي انا كنت متفائل بيها من ساعة ما شفت التريلر بتاعتها فيلم رياضي يبدو انه هيقدم تجربة سعيدة وملهمة ادم ساندلر حيتكفل بالكوميديا وكان باين من التريلر انها كوميديا متزنة شوية مش على درجة السخافات الاخيرة اللي بيقدمها ساندلر وعالم الان بي ايه يعد رهان امن لان نادرا ما بتتحكي منه حواديد في افلام ينفع يتقال عليها وحشة وبعد ما شفت الفيلم تأكدت ان توقعاتي كانت في محلها واكتر اكتر بكتير كمان اول انطباع ممكن اي حد ياخده عن الفيلم ده هو طب وايه الجديد حدوتة خيالية من عالم الرياضة الامريكي بطل متواضع بيبدأ من تحت الارض وبيخوض رحلة مليانة بالمعاناة وبيقابل مطب كفيل انه يكسر رقبت اي حد ولكنه بيتغلب عليه وبينتصر والفيلم بيخلص ونتفنن بقى في لقطات التدريبات ولقطات المطشاط ويا سلام بقى لو شفنا ظهور شرفي الواحد او اتنين من الوجوه المعروفة في عالم الرياضة دي وللمفاجأة بقى الفيلم كده بالضبط بس بروح وقلب حقيقيين شخصياتنا طالعة من نفس القالب بس عندهم دوافع وعندهم اهداف مختلفة الهدف اللي ابطالنا بيشتغلوا عشانه ومش انهم في النهاية يفوزوا بمباراة او بطولة الهدف بتاعنا هو اننا نوصل الشاب الموهوب ده لبداية الطريق واحداث الفيلم بتشرح لنا قد ايه ده صعب احنا بنتكلم عن 450 مكان محجوزين لأفضل مواهب كرة السلة في العالم فرص محدودة جدا والكل بيتقاتل عليها ومش بالضرورة اللي هيكسبها هو الاكثر استعدادا او الافضل على مستوى الموهبة الفيلم ده بيشرح لنا حاجات افلام تانية كتير ما بتشرحهاش وهي ان في عوامل تانية كتير بتتحكم في مصير الناس دي مين اللي من مصلحته انهم يوصلوا للن بي اي قصتهم الاعلامية شكلها عامل ازاي تاريخهم وحياتهم الشخصية عاملة ازاي وعوامل تانية كتيرة جدا كلها خارج الملعب وده بالاضافة لعوامل تانية كتيرة جدا داخل الملعب ملهاش دعوة بموهبتك درجة التوتر بتاعتك عاملة ازاي ايه سهولة ان الخصم بتاعك يستفزك بتتعامل ازاي مع العنف بتتعامل ازاي مع اللحظات الحارجة داخل المباراة فيلمنا بيتخيل بطل طالع من الشارع ودي قصة صعبة قوي تتصدق او تتحقق وده صحيح بس الرحلة اللي بيخدها حقيقية وملموسة واقعية والفيلم بيبذل مجهود كبير جدا عشان يقربها للي احنا عارفينه عن عالم الرياضة المعاصر وعلى رأس المجهود الكبير ده الاستعانة بوجوه حقيقية مش واجهة او اتنين في ظهور شرفي زي ما كنت بقول في الاول ده تقريبا سبعين او تمانين في المية من شخصيات الفيلم بعضهم بشخصياتهم الحقيقية وبعضهم بشخصيات بيمثلوها ودي حاجة مش كتير بنشوفها اي فيلم بيتناول شخصيات صاحبة موهبة فريدة بيكون قدامه اختيار صعب قوي اجيب ناس من عالم الموهبة دي واعلمهم يمثلو ولا اجيب ممثلين مناسبين شوية واعلمهم اللي محتاجين يعملوه قدام الكاميرا عشان يعكسوا الموهبة دي الاختيار الاول نادر قوي ومحدود جدا يعني حتى الافلام اللي بيجيبوا ناس من عالم الموهبة نفسها ما بيبقوش كتير وبكل تأكيد ما بيبقوش في ادوار البطولة وده لانه فعلا موضوع معقد جدا ازاي تجيب الناس دي كلها وتعلمهم يمثلو وتختار واحد ولا اتنين منهم تخليهم يعملو تحديات تمثيلية كبيرة كمان وحتى لو قدرت تعمل ده كله هتحجزهم ازاي هتفضلهم وقت ازاي هتحطهم في الشاشة مع بعض ازاي ده اللي عملوا فيلم هاصل ومعرفش عمله ازاي الفيلم مليان شخصيات حقيقية من عالم الان بي ايه لعبين قدام ولعبين جداد ولعبين جايين في الطريق مدربين واداريين وكشفين مواهب واعلاميين كتير منهم انا لقطهم لوحدي وكتير منهم اضطريت استعين بصديق عشان اتعرف عليهم محمد عادل من قناة دابل دريبل يا جماعة لانكهة تحت في الديسكريبشن وبوجه له شكر خاص جدا بطل الفيلم نفسه لاعب كرة سلة محترف في الان بي ايه وانشو هيرنان جوميز لاعب يوتا جاز حاليا وبوستون سلتك سابقا فرحان بنفسي قوي عشان حاسس اني بقول اسمه صح بعيدا عن حطة الهيرنان جوميز اللي في الاخر بتاعت اسبانيا دي مش هعملها طبعا ده اللي عمل دور بو كروز في الفيلم يا جماعة دور كبير ومليان تعقيدات ومليان تقلبات والرهان كان ان اللي يلعبوا لاعب كرة سلة فعلا هو صحيح مش لعيب كبير قوي يعني بس لعيب موجود ومعروف واداءه في الفيلم جيد جدا اه طبعا اكيد كان متعب قوي انه يوصل للجودة دي او كان سهلا قوي انا الحقيقة ما عرفش يمكن الولد كان موهوب تمثليا اصلا والعالم كله ما عندوش فكرة بس الاستثمار كله كان على اللي هيقدمه في مشاهد الرياضة خصوصا وان كل اللي كانوا معاه في المشاهد دي لعيبة محترفين برضو بعضهم افضل منه ومشهورين اكتر منه كمان وكتير منهم اطلب انهم يمثلوا ويقدوا والحقيقة انا مش عارف انبهر بايه اكتر بانهم لما جوم يقدوا تحديات درامية كانوا جيدين ولا بالاصالة اللي ادوها المشاهد المنافسات الرياضية يتيقلي انا محتاج انبهر بالفيلم اللي كان عنده الفكرة دي ونجح في تنفذها يا جدعان فيه افلام كتير جدا في عالم الرياضة بتريح نفسها وما بتجيبش اسماء الفرق الحقيقية اصلا عشان المشاكل والمفاوضات والتكاليف بتاعت استخدام الاسماء دي فما بالك اللي جاب فرقة بلعبتها كلها ده طبعا ساعد في ده ان لبرون جيمز مشارك في الانتاج ومعاه عدد من الاسماء الاخرى المعروفين بادوارهم في الان بي ايه بس هي دي تركيبة النجاح ان الناس الصحي يشتغلوا مع بعضه ويستغلوا امكانياتهم عشان يدوا العمل اعلى درجة من درجات الاصالة ومش عايز كلامي يدي لحضراتكم الانطباع ان الفيلم عبارة عن استعراض رياضي وخلاص فصول القصة بتاعتنا وان كانت متوقعة في الصورة الكبيرة ولكن على مستوى التفاصيل فيها مفاجآت وفيها تقلبات صادمة وفيها مشاكل حقيقية في بعض الاحيان التغلب عليها كان اسهل من اللازم بس عشان نفضل داخل العالم الحقيقي بعدنا على قد ما نقدر عن المعجزات مشاهد كتير كانت فعالة جدا على مستوى الدراما ومشاهد كتير كانت فعالة جدا على مستوى الكوميديا تعالوا نفتكر ان ادم ساندلر هو بطل الفيلم ومشارك في الانتاج كذلك طوال احداث الفيلم حسيت ان في حد ربطه على مستوى الكوميديا نفسه ينزلق في السخفات بتاعته بس في حاجة منعاه ممكن الحاجة دي تكون ايمانه بتفاصيل شخصيته لانها شخصية معقدة شخص غير سعيد الواقع بتاعه ممكن يكون جيد ولكنه مش شايف في نفسه الا الفشل وبيعبر عن ده من خلال الكوميديا مش كل شوية يخش في مواجهة مع النفس مش كل شوية ينفعل ويقعد يزعق بس لما ده بيحصل بيقديه بافضل شكل ممكن وتتفاجئ يا جماعة لو قلتلكم ان ادم ساندلر اي فيلم في الدنيا محظوظ بانه يكون موجود فيه لانه من اشتر الممثلين في تكوين تناغم مع الممثلين اللي حواليه والفيلم ده كان تحدي كبير قوي للنقطة دي بالتحديد مين مراتو؟ كوين لطيفة مين تلميذه؟ اخوانشو هيرنان جومز انا بتلكك عشان اقول اسمه وشوفوا سهولة تدفق المشاهد ما بينه وما بينهم في اوقات كتير كنت بحس ان الكلام ده صعب قوي يكون مكتوب ده اكتر واحد تواجد في مشاهد مع بتوع الان بي ايه شوفوا جودة اداءهم الحوارية معاه هو شكلها عامل ازاي بعد توفير الارضية العريضة جدا دي من الامكانيات للفيلم كل اللي كان مطلوب منه فنيا وتقنيا هو انه يلقطهم بالشكل المناسب ولكنه ما عملش كده وبس وعلى على نفسه على على نفسه في دراما المباريات والمواجهات على على نفسه في منتاج التدريب جماعة انا في الافلام الرياضية بموت في منتاج التدريب ولما ببقى بتفرج على فيلم ريادي ويتخطى المرحلة دي بتدايق جدا التسلسل الخمس دقايق اللي بينقل بطلنا من خانة الخانة تانية اللقطات السريعة والساونتراك الصايع الكوميديا اللي بتيجي ممزوجة مع الدراما ممزوجة مع الحماس في فيلم اهصل بالتحديد المنتاج ده من اروع ما يمكن وحقيقي بيدفعك كمشاهد انك تصدق في رحلة المعاناة دي من غير ما اعتصر قلبك اكتر من اللازم اه بطلنا صحي في قوتيل ورجع ينام في قوتيل بس ده شكل العالم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي واننا نتخيل ان اللي عاوز ينجح بجد جوه العالم ده ما بيعانيش نبقى غلطانين خط رفيع قوي والفيلم ده مشي عليه بمنتهى المهارة فيلم هاصل عجبني جدا وهو بكل تأكيد افضل الموجود في عالم الترفيه المنزلي حاليا ومن افضل الافلام المعروضة في 2022 بشكل عام نسخة ادم ساندلر اللي موجودة في الفيلم ده هي الافضل بالنسبالي اه بحب جدا وبحترم وبقدر النسخة الفنية بزيادة بتاعت موسم الجوائز والصراحة بحب كتير من افلامه الكوميدية السطحية وبالاخص الافلام القديمة بس احنا هنا في نقطة التوازن ادم ساندلر اللي يدحكك واللي يضبطك تمثيل اجواء المشاهد الرياضية في الفيلم غير مسبوقة وبالاخص ما بين افلام كرة السلة وده تحدي مش سهل لان ما بينهم افلام كتير كويسة الدراما بتاعتنا خدت بعض الكباري عشان تتخطى بعض المطباط ولكن ما فيهاش حاجة مش مبلوعة او على الاقل ما فيهاش حاجة تفسد تجربة المشاهدة تقييم الفيلم هاصل هو 8 من 10 وعلى فكرة دي مش اخر حاجة محترمة مستنيانها من ادم ساندلر السنة دي لسه فيه حاجة كمان منقشة الحلقة ما هو فيلمكم المفضل في عالم كرة السلة والان بي ايه ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك و تويتر و نيمو و انستغرام و باي باي